السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم جملة من التصريحات نرجع لها في هذا الفيديو نحكيه على التصريح محمد القوماني القيدي في حركة النهضة اللي يعتبر اليوم بأن الحكومة بيش تعرض البلاد إلى الخطر الداهم إذا رفعت الدعم كليا على المواد الأساسية والمحروقات ويقول بأن الإصلاحات اللي لازم تصير تحتاج إلى شراكة وحوار مع المنظمات الوطنية ومع الأحزاب السياسية القيدي في حركة النهضة يدعو الحكومة التونسية حكومة نجلة بودن إلى التكلم أمام الشعب ومصرحته بمضمون المشاكل الحالية وبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يطلب أنه يتم توضيح النقاط المتعلقة بالاتفاقية والإصلاحات اللي قال وزير الاقتصاد البارح بأنه راه ضرورة قصوى وما عاد عنا حتى حل إلا أن نفذوا الالتزامات بتاعنا توجه صندوق النقد الدولي أي ما كيفش مش تنفذ رفع الدعم ووقتيش وشنوما المواد وبأي آلية هذا اللي ما نعرفوش بالنسبة للتفايد في المؤسسات العمومية مديرة صندوق النقد الدولي قالت راهو الحكومة التزمت وتعاهدت بالتفايد في عدد من المؤسسات العمومية غير ما نعرفوه سمعنا بها من بره يعني الحكومة بتاعنا ما قالت شنوه إلا من بعد الطبوبي قال بأنه بش يتم التفايد في البيهاش بنك الاسكين بش يتم التفايد في وكيلة التابخ والوقيد وتونيسير وغيرها من الشركات الأخرى دونك اليوم رفع الدعم يعتبروه يعني خطر داهم يهدد المجتمع التونسي المحروقات كيف كيف كي نحكيو على رفع دعم للمحروقات يعني مش تأثر على كل شي وبالتالي هالإصلاحات هذه تحتاج حسب تعبير القوماني إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار وتشريك الأحزاب والمنظمات الوطنية القوماني يقول بأنه رئيس الجمهورية قيس سعيد نقل البلاد من أزمة كين تتعيش فيها إلى وضع كارثي على جميع المستويات ويعتبر القوماني من جهة أخرى وفي تعليقه على كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في القمة العربية يقول خارجة على الأعراف وطويلة أكثر من اللازم وإن شائية لم تتضمن أي مقترحات يقول القوماني بأنه رئيس الجمهورية فشل في إدارة الأزمة في مستوها المحلي ومن الصعب عليه أن يلعب دوراً قيادياً على المستوى العربي وجهة بالتزامن مع أرى جملة من المواطنين اللي هما مناصرين لرئيس الجمهورية يؤمنوا بمشروع رئيس الجمهورية بأفكار رئيس الجمهورية بقرارات رئيس الجمهورية يرون اليوم أن رئيس الجمهورية أصبح زعيماً عربياً ويمكن أن يصبح زعيماً عربياً كيف نحكيه على زعامة العرب يعني نلقاه جملة من الأسماء الكبيرة صدام حسين غيرهم من الزعامة ولكن الجميني العكس يقول هو فشل في حل الأزمة المحلية فكفيش بشي تزعم العالم ويصبح زعيم من جهة أخرى القيادية في حركة الشعب ليلى الحديد حركة الشعب هي تدعم رئيس الجمهورية تدعم توجهاته ولكن عندها تحفظات على الحكومة ليلى الحديد تحذر رئيس الجمهورية قيس سعيد من غضب الشعب وتقريباً هذا الخطاب يقولوه المعارضين والمساندين حتى بالنسبة لأحزاب المعارضة تقول بأنه غضب الشعب الشعب إذا مسيته فيه مكتبه فيه مكلته فيه معيشته بيش يخرج واحده وليوم ولا غدوة بيش يخرج وتقول بأنه غضب الشعب اليوم قلت أحزاب المعارضة تقولها للكليم هذي واليوم ليلة حديد تقول نفس الشيء تحذره حذاري من غضب الشعب إذا واصل يعني إذا واصل رئيس الجمهورية في المنويل الاقتصادي الليبرالي اللي تنتهجو حكومة نجلة بودن على غرار الحكومات السابقة ليلة الحديد تقول بأنه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يعرضو الشعب إلى مجزرة اجتماعية وهو ما قد يحاوله من مساند إلى معارض للرئيس وتقوله شعبك اللي يقف معاك اليومي نجم يرجع عليك انتقدت ليلة الحديد القيادية في حركة الشعب أداء حكومة نجلة بودن تعتبر أنه الحكومة هذه لا تملك إرادة حقيقية للإصلاح وتقول بأنه على هذه الحكومة الصامتة أن تركز منذ عام على الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي دون الإفساح عن مضمونه للشعب التونسي الذي سيدفع الفاتورة على حد تعبير ليلة الحديد كما زد تقول بأنه رئيس الجمهورية تحمل المسئولية أيضا تحمله المسئولية وتقول قيس سعيد والحكومة الزوز يتحمل مسئولية تفاقم الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وتقول بأنه الرئيس أطنب في الجانب السياسي وترك الاستحقاقين الاقتصادي والاجتماعي زوز يتحمل المسئولية الرئيس ركز على الجانب السياسي وتغافل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي تقول ليلة حديد بأنه الرئيس أعطى وعود لم تترجم على مستوى الواقع وتقول من جهة أخرى أنه حكومة بودن فاشلة تلفت إلى أنه الرئيس يعرف حقيقة الأوضاع حين التقط لحظة 25 جوليا وتقول أنه لازم اليوم يتم تفعيل الوعود التي تقدم بها لإصلاح الأوضاع بعد 10 سنوات من ضرب القطاعات الحيوية في البلاد على غرار الصحة والتعليم والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى من قبل حركة النهضة على حد تعبيرها تقول زيدا أنه الوضع اليوم ينبئ معناها بغضب شعبي كبير جدا في ظل الوضع اقتصادي خانق هذا يعرفوه الناس الكل في هذا الخصوص الخبير الاقتصادي معزل جودي انتقد ما قال أنه سياسة التعتيم وفقدين الشجاعة السياسية لحكومة نجلة بودن بخصوص تفاصيل الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي ويقول الجودي بأنه مستغرب برشا من أن الحكومة مش قادة تحمل فيه مسؤوليتها ما قدمتش كل التوضيحات اللازمة يقول زيدا بأنه رئيس الحكومة نجلة بودن ووزير الاقتصاد سامير سعيد يلزمهم يخرجوا للناس ويقروا بوجود توجه نحو خوصصة مؤسسات عمومية كما طالب زيدا بضرورة توضيح مسألة كتلة الأجور والاعتراف بأنه لم يعد هناك قدرة على مواصلة تحمل هذا العبء ويقول لازم اليوم يتم القطع مع سيست الهروب من تحمل المسؤولية على حد تعبيره نلقاه إذن جملة من المتغيرات اليوم عدة أطراف تتهم الرئيس وتطالبه بل تطالبه بتحمل المسؤولية أطراف أخرى تحمل المسؤولية أكثر إلى رئيس رئيس الحكومة نجلة بودن وأطراف أخرى تقول لك بأنه رئيس الحكومة تجب تعمل حد شيء الرجل الأقوى في الجانب السياسي يعني توى ولا الماسك بزمام الأمور هو رئيس الجمهورية قيس سعيد وبالتالي فليتحمل مسؤوليته كاملة وأطراف عدة تحذر من غضب الشعب التونسي ترجمة نانسي قنقر